الشعراء الذين وفدوا إلى العراق من 12 دولة مع العراق طبعاً يصبح العدد 13 دولة الحقيقة كانوا يعني يحملون مواهب شعرية واعدة وكبيرة ويعني الحقيقة تبشر بمستقبل جيد أو أكثر من جيد الحقيقة للشعر هؤلاء تنافسوا بحب لحيازة لقب شعر شباب العرب طبعاً العدد كبير العدد يربو على 36 شاعراً يعني الذين تنافسوا في هذه المسابقة العربية الكبرى التي أظنها الأولى من نوعها التي تعنى بأدب الشباب وتحاول أن تكرس لقباً يتنافس فيه أو يتنافس عليه الشعراء لحيازته طبعاً بما يكرسون من مواهبهم في أشكال الشعر المختلفة الملاحظة على هذه النسخة من المهرجان أنها احتفت بأشكال الشعر الثلاثة والمفاجئة جداً أن الذي فاز وهو شيء جميل طبعاً ويحسب للمهرجان برغم أن الشكل الذي يعني السائد كان والأكثر شيوعاً هو الشكل العمودي ثم يأتي من بعده التفعيلة وكان شكل النثر هو الأقل حظاً من المشاركات لكنه مع ذلك حقق قصب السبق وفاز الشاعر العراقي علي إبراهيم الياسري بلقب شاعر شباب العرب بقصيدة من الشاعر النثري